السلام عليكم متابعين الكرام في فيديو جديد في هذا الفيديو كما هو وظيفة العنوان كيف تقوم بحل مشكل عدم وصول رمز إعادة تعيين كلمة السر على الرغم أن الهاتف أو رقم الهاتف مرتبط بنفس الحساب بإذن الله في هذا الفيديو سنحاول حل مثل هذه المشكلة بطريقة قانونية وبدون لف ودوران إذن قبل أن نبدأ إلا أن تصلي على الحبيب المصطفى فصلي عليه صلى الله عليه وسلم ويلا بلا ننتقل إلى الشرح وأيضا قبل أن نبدأ اضغط على زر لايك كدعم وتشتيع لنا من أجل أن نستمر في نشر المزيد إذن كل ما نحتاجه في هذا الفيديو هو الذهاب إلى أو في هذا الشرح هو الذهاب إلى تطبيق جوجل كرام ونقوم بكتابة العبارة التالية إبلاغ عن مشكلة متعلقة متعلقة بالرسال برسائل الفيسبوك للهاتف المحمول ونقوم بالبحث تظهر معنا هذه الصفحة نقوم بالضغط على المقع الثاني أو الرابط الثاني تظهر معنا مثل هذه الصفحة ركز مياه جيدا يقولك هنا إذا كنت تواجه مشكلة مع رسائل نصية للفيسبوك للهاتف المحمول فإنك وصلت إلى المكان المناسب يرجى استخدام هذا النموذج لإخبارنا عن المشكلة التي تواجهها إذن ركز مياه جيدا هنا بعد أن نقوم بالدخول إلى هذه الوجهة نقوم باختيار الخيار الثالث الاختيار الثالث تجده تلقي الرسائل النصية ثم ننزل إلى هذا الخيار ونقوم بإدخال اسم المتعامل الذي أنت تتبع له وهنا نقوم بإدخال رقم الهاتف وهنا نقوم بإدخال البريد الإلكتروني وهنا نقوم بإدخال البلد وهنا هو أهم شيء عجزي المشاهد نقوم بوصف المشكلة أنا قمت بتجهيز وصف مثل هذا إذا أردت سأقوم بوضع هذا الوصف في الوصف في وصف الفيديو ويمكنك أن تقوم بنسخه والتعديل عليه كيفما شئت وإرساله للفيسبوك عندما نقوم بإلساق مثل هذا مثل هذا الوصف أنظر ماذا قلت لهم أنا قلت مرحبا فيسبوك لدي مشكلة عفوا على الصوت مرحبا فيسبوك لدي مشكلة لم أجد حلا لها عندما أطلب رمز إعادة تعيين كلمة المرور لا أتلقى رمز إعادة تعيين كلمة المرور حتى بعد مرور أكثر من عشر دقائق على الرغم أن الرقم مرتبط بالحساب ومؤكد وعلى الرغم أن هذا الرقم مرتبط مع حساب آخر على الفيسبوك وعندما أطلب رمز إعادة تعيين كلمة السر للحساب الثاني يصلني الرمز بدون أي مشاكل مشاكل كتبتها مرتين هنا بدون أي مشاكل بدون أي مشاكل المشكلة فقط مع هذا الحساب هنا أهم شيء نضع رابط الحساب نتوجه إلى الفيسبوك ونقوم بفتح أي حساب آخر لنا مثلا حساب صديق لنا أو آخر لنا وما إلى ذلك ثم نقوم بالتوجه إلى الصفحة الشخصية للحساب لذي نستطيع إعادة تعيين كلمة السر الخاصة به مثلا نفترض أن هذا هو الحساب الخاص به نقوم بالدخول إليه ثم نضغط على ثلاث نقاط هنا في اليسار ثم نذهب إلى نسخ الرابط إلى المحفظة أو إلى الحافظة ثم نقوم بإرساق الرابط هنا ثم ننتقل إلى شيء مهم أيضا وهو إدخال رقم الهاتف المرتبط بنفس الحساب هنا هذا هو رقم الهاتف المربوط بالحساب ثم نقول الرجاء الرد في أسرع وقت ممكن وحل هذه المشكلة مع تحياتي ونقوم بالضغط على إرسال عندما يتم إرسال هذه الرسالة أو هذا الطلب سيقوم الفيسبوك بالرد عليك أعتقد في قضون 24 ساعة أو 48 ساعة وستحل معك هذه المشكلة سيتم الرد عليك طبعا على الإيميل الذي قمت بإدراجه هنا